السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكيد مع بداية 2022 الامر بقى اصبح في غاية الصعوبة وبقى تماما مختلف عشان كده النهاردة فيديو اليوم عن الطريقة الصحيحة لرفع الفيديو على اليوتيوب بشكل صحيح من الهاتف هنستخدم اكيد العرض باصدار سطح المكتب مش هنرفع الفيديو من على تطبيق اليوتيوب هنستخدم الهاتف كما لو اننا بنستخدم جهاز الكمبيوتر تماما هنشتغل على رفع الفيديو بداية من كتابة العنوان والوصف وان احنا نحط الفيديو في قيمة تشغيل ونعمل العلامات الدلالية ونعمل البطاقات وشاشات النهاية وكمان نعمل الفيديو كعرض اول تابع الفيديو الاخره اكيد حتستفيد ان شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله والله ما عرف غير منك دلوقت اكيد احنا هنستخدم متصفح جوجل كروم واول حاجة لازم تتأكد منها ان انت بتستخدم احدث اصدار من متصفح جوجل كروم هتدخل تكتب تسجيل دخول يوتيوب وتتأكد من التلات نقاط ان انت بتستخدم الموقع الالكتروني تختار تسجيل الدخول يوتيوب اول اختيار موجود قدام حضرتك وتتأكد من التلات نقاط ان انت بتستخدم الموقع الالكتروني المخصص العرضي بصدار سطح المكتب هتسهر قدام حضرتك الصفحة اللي موجودة قدام حضرتك دي الخطوة اللي بعد كده هتضغط على صورة قناتك وبعد كده تضغط على قناتك هيحولك على قناتك على اليوتيوب كما لو انك بتستخدم جهاز الكمبيوتر تماما زي ما حضراتكم شايفين كده كأنك بتستخدم جهاز الكمبيوتر تماما بعد كده اضغط على تخصيص القناة ما تقلقش هيحولك على تطبيق ستوديو اليوتيوب تأكد من التلات نقاط ان انت مختار الموقع الالكتروني دي صفحة تخصيص القناة صفحة تخصيص القناة هتروح على انشاء وتضغط بعد كده على تحميل فيديوهات هتزهر لك صفحة تحميل الملفات القدام حضرتك زي ما انت شايف كده بعد كده هتضغط على تحميل الملفات هتختار من الملفات او كاميرا او فيديو هتختار الملفات هيحولك على الملفات اللي موجودة على الهاتف عند حضرتك هتختار فيديو طبعا ده بيختلف باختلاف نوع الهاتف نفسه انا محمل فيديو صغير كده اللي قدام حضرتك ده مدته ديتين هتضغط على الفيديو خلاص هو بيبدأ يحمل الفيديو دي اول مرحلة وبالتالي بيحولنا على الصفحة اللي قدام حضرتك دي خاصة بالفيديو تفاصيل وعناصر الفيديو هنعرف كل حاجة هي ايه وعمليات التحقق ومستوى العرض هنبدأ بالتفاصيل اول حاجة عنوان الفيديو وحنختار مع بعض عنوان للفيديو ده عشان نعمل كل حاجة مع بعض وليكن العنوان طريقة عمل هشتاج بالفيديو طريقة عمل هشتاج بالفيديو ده اول حاجة عملناها من تفاصيل الفيديو وهو العنوان خلصنا من العنوان اللي بعد العنوان وصف الفيديو اكيد اول حاجة لازم تتأكد منها ان انت في اول وصف الفيديو لابد ان انت تعمل عملية نسخ للعنوان كامل في اول الوصف اما ان انت تعمله نسخ او ان انت تعيد كتابة العنوان كاملا باول وصف الفيديو يا شباب وده مهم جدا خلي بالكم خلص عملنا الوصف وكتبنا العنوان في اول الوصف بالاضافة ان انت بتبدأ تكتب الوصف في طريقة جمل مفيدة وبلاش تحطوا العلامات الدلالية او الكلمات المفتاحية في شكل رأسي فوق بعضها لان ده مخالف لرشادات المنتدى وطبعا ممكن بقى تعمل هاشتاج بوصف الفيديو وكل الحاجات دي انتو عارفينها ولها فيديوهات عندي في القناة وحسيب لكو روابط الفيديوهات دي في صندوق الوصف بعد ما خلصنا من وصف الفيديو تيجي بعد كده الصورة المسغرة مفروض ان حضرتك طبعا اكيد بتكون مجاهي الصورة مسغرة قبل ما بتعمل الفيديو هندغط بعد كده على تحميل صورة مسغرة هيحملك على ملفات الهاتف عند حضرتك اضغط على تصفح واختار صورة مسغرة طبعا ده كان فيديو هاختار هنا الصورة هيحاولني على مجموعة الصور الموجودة عندي على الهاتف طبعا كلام ده بيختلف باختلاف نوع الهاتف نفسه واختار الصورة دي هي اكيد مش متناصقة مع عنوان الفيديو لكن عشان شرح الفيديو مش اكتر طبعا حضرتك مفروض بتكون مخصص صورة ومجهزها في تناسك بينها وبين محتوى الفيديو وعنوان الفيديو بعد كده قوائم التشغيل ان انت حضرتك هتختار قائمة التشغيل اللي هتحط فيها الفيديو سواء كانت قوائم تشغيل موجودة عندك في القناة او ان انت هتنشئ قائمة تشغيل جديدة للفيديو بعد قوائم التشغيل في الجمهور سواء كان الفيديو مخصص للاطفال او غير مخصص للاطفال وبعد كده حظر المحتوى على فئات عمرية معينة بعد ما بنخلص من الجمهور بنضغط على عرض المزيد من الخيارات اللي هي الفصول التلقائية للفيديو مفيش مشاكل وبعد كده العلامات طبعا بنكون العلامات مجهزينها زي ما انت شايف حضرتك كده قدامك علامات تكون تتوافق مع اللي بيكتبه المشاهد في محرك البحث عشان يلاقي الشيء اللي بيبحث عنه بعد كده طبعا لغة الوصف وتاريخ التحميل واتحت التضمين مهمة جدا تضمين الفيديو بالمواقع ونشر الفيديو في خلاصة الاشتراكات ايضا وارسال الاشعارات الى المشتركين بعد كده السماح للمستخدمين بجابعينة للفيديو اللي هي شورتس مفيش مشكلة طبعا مش هتلاقي حد انه هياخد صوتك يعني بعد كده الفئة مهمة جدا يا شباب توجيه فئة تكون صحيحة للفيديو وبعد كده التعليقات وإظهار عدد المعجبين وغير المعجبين بهذا الفيديو ده بالنسبة لتفاصيل الفيديو بعد كده هتضغط على التالي هيحولك على عناصر الفيديو ايه هي عناصر الفيديو هي اضافة الترجمة ترجمة للفيديو او اضافة شاشة النهاية او اضافة البطاقات دي هي دي عناصر الفيديو طبعا انا هعمل معاكو في الفيديو ده اضافة شاشة النهاية وحسيب لكم في سندوق الوصف رابط فيديو لطريقة عمل شاشة النهاية والبطاقات عشان وقت الفيديو بس هعمل معاكو شاشة النهاية كده سريعا هتضغط على اضافة بجانب اضافة شاشة النهاية ليك اربع عناصر شاشة نهاية وخمس عناصر بطاقات لكل فيديو كل ما عليك هتيجي على عنصر فوق اللي جنب علامة الزائد دي وهتضغط عليها اما هتختار فيديو او قيمة تشغيل او اشتراك او قناة هنختار اشتراك اول حاجة اشتراك دي ان هو بيظهر صورة قناتك الشخصية على الفيديو اللي هيدغط عليها هتظهر له علامة الاشتراك بعد كده هتضغط على عنصر ثاني واختار فيديو هتلاحظ اليوتيوب علم على احدث فيديو تم تحميله هسيب اوكي موافق مفيش مشكلة واضغط على عنصر ثاني هيعلم اليوتيوب بعد كده الافضل للمشاهد ان انت بتسيب اليوتيوب يختار الفيديو الافضل للمشاهد مفيش مشكلة برضو هسيبها واضغط بعد كده على عنصر اخر عنصر شاشة نهاية واختار مثلا قيمة تشغيل هيجيب لك مجموعة قوائم التشغيل الي موجودة في قناتك هتختار القيمة الي بتتناسب مع محتوى الفيديو او اي قيمة تشغيل انت عايز تظهرها في شاشة النهاية شاشة النهاية شباب والبطاقات بمثابة ترويج للفيديوهات وقوائم التشغيل عند حضرتك بتنساش بعد كده تضغط على حفظ تمام كده انا عملت معاكم شاشة النهاية والبطاقات هتلاقوها في الفيديو اللي هسيبلكو الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصف بعد كده هتلاحظ ان اليوتيوب في عمليات التحقق قالك صح يعني هو تحقق من ان ما فيش اي مطالبات او اي مشاكل ب مخالفة حقوق الطابع والناش والفيديو كده هتلاحظ تحت هنا كده ان خلاص تم التحميل تضغط على التالي بعد كده عشان ندخل على مستوى عرض الفيديو مستوى عرض الفيديو يبقى شفنا التفاصيل وبعد كده شفنا عناصر الفيديو اللي هاتترجمة وشاشة النهاية والبطاقات وعملية التحقق خلاص مستوى العرض اللي هو ان انت مستوى عرض الفيديو اما علني ان هو مجرد ما هتضغط على علني يتم النشره فورا على اليوتيوب اي مشاهد يستطيع ان هو يشاهده او غير مدرك طبعا اللي يكون هتبعت له الرابط او معاه رابط الفيديو يشاهد الفيديو او خاص ايضا ان انت بتكون بتتحكم فيه اللي يقدر يشاهد الفيديو ده من خلال الرابط فيه هنا لو انت جيت على ضغط على علني وعرض الفيديو علني كعرض اول فوري مجرد ان انت هتضغط على علني وضبط موعد وضبط الفيديو عرض اول فوري هيتم عرضه كعرض اول فورا على اليوتيوب طب احنا هنا كده هنحاول بقى نشوف نعمل ضبط موعد للعرض ان احنا نعمل الفيديو كعرض اول هتلاحظ هنا اول مستطيل اللي هو تاريخ العرض اللي انت عايزه هتسيبه على تمانية باكر يعني وبعد كده المستطيل اللي جانبه هتختار وقت العرض الاول للفيديو هتختار الساعة اللي انت عايز تعرض فيه الفيديو كعرض اول خلاص حددنا الساعة بعد كده هتضغط على ضبط كعرض اول هيظهر لك تحت اعداد العرض الاول كده وجنبها علامة زائد كتابة باللون الازرق زي ما انت شايف قدام حضرتك كده هتضغط بعد كده على اعداد العرض الاول اعداد العرض الاول بيوصلنا لحاجة مهمة جدا هي انه بيعملك زي بيديك انترو كده لدقايق دقيقتين او 3 دقايق او 5 دقايق او 10 دقايق وبيبقى فيه عد تنازلي قبل الفيديو عد تنازلي قبل الفيديو ده بالنسبة لمظهر الانترو اللي هو بيديهن بعد تنازلي كده بيبدأ معانا ممكن ان انت مظهر العد التنازلي ده تختار اي مظهر اللي انت عايزه ممكن نختار مثلا مظهر الطبيعة زي ما انت شايف حضرتك كده قدامك وتضغط على علامة البلاي كده وتشوف هل المظهر ده يعني هو ده اللي انت عايزه يظهر قبل الفيديو او لا خلال العد التنازلي وممكن تتحكم كمان في مدة العد التنازلي ده من المستطيل اللي تحت سواء كان دقيقة او ديئتين او تلاتة او اربعة او خمس دقايق نسيبها ديئتين زي ما هي بعد ما بننتهي من التفاصيل وعناصر الفيديو واليوتيوب بيتحقق من عدم موجود مخالفات بحيو الطبع والناشر ومستوى العرض وبندغط خلاص على حفظ هتلاحص ان اليوتيوب هجيب لك حاجة هتشوفها دلوقتي ان هو بيديك امكانية ان انت الفيديو تبدأ تعمله عملية نشر على مواقع التواصل الاجتماعي او المواقع الاخرى سواء كان بنترست او بينج او اي متصفح او اي موقع او اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر واتساب زي ما انت شايف قدام حضرتك كده تمام لو دخلنا على محتوى القناة عشان نستخدم بقى ميزة زي البث المباشر تمام احنا ما نسمحش لأي مشاهد يعلق او يرسل رسالة على العرض الاول الا اذا كان مشترك عندي في القناة اضغط بعد كده على علامة الالم اللي جنب الفيديو عشان تدخل على تفاصيل الفيديو وتيجي عند عرض المزيد من الخيارات اسفل الجمهور دي العلامات وكل الحاجات اللي احنا عملناها مع بعض عشان عايزين نوصل لميزة مهمة جدا بتستخدم في البث المباشر والعرض الاول على فكرة هو زي البث المباشر تمام اللي هو هل ان انت تسمح لكل المشاهدين بالتعليق او رسال رسائل على العرض الاول ولا المشتركين فقط عشان تزود مشتركين عندك تمام يبقى احنا الهدف الاساسي هنا ان احنا ازاي نستخدم العرض الاول لزيادة المشتركين عندنا في القناة هتنزل تحت لحد اوضاع المشتركون يعني هل انت عايز كل المستخدمين او كل المشاهدين بيكون بامكانهم ارسال رسائل ولا المشتركون فقط اكيد عشان نزود مشتركين على القناة اثناء العرض الاول لهذا الفيديو هنختار المشتركون تاني حاجة مش اي مستخدم المشتركون وبعد كده تختار المدة اللي هي مسموح بها بالتعليق وهو مشترك سواء ان كان دقيقة او ديتين او خمس دقائق او عشر دقائق هنختار اي مدة ما تنساش على الشمال فوق على ايدك الشمال فوق حفظ يعني بعد كل اي عمل بتعمله او اي اجراء بتعمله هنضغط على حفظ في الاخر تمام ضغطنا على حفظ بقى احنا كده عملنا حفظ لجميع التغييرات عملنا الفيديو رفعنا الفيديو على اليوتيوب عملنا كل تفاصيل الفيديو من عنوان ومن وصف ومن ادخال الفيديو في قائمة تشغيل ومن اختيار فئة الجمهور الجمهور حددنا الجمهور وكمان حددنا فئة الفيديو نفسه انا بالنسبة لي كتعاليم طبعا لان ده مهم جدا كمان ما تنساش بالنسبة للمحادسة المباشرة بامكانك ان انت تعيد تشغيل المحادسة المباشرة دي بعد انتهاء العرض الاول او ان انت ما تفعلهاش عشان ما تعدش المحادسة دي بعد ما بيبقى او بعد انتهاء العرض الاول للفيديو اتمنى ان انا اقدمتلكو الشرح والمعلومة بشكل مبسط حاولوا ان انتو ترفعوا فيديوهاتكو على اليوتيوب بالطريقة دي هي دي الطريقة الصحيحة هي دي الطريقة الصحيحة لرفع الفيديوهات على اليوتيوب الطريقة العادية او المعتادة من خلال علامة الزائد بالصفحة رئيسية لتطبيق اليوتيوب من الهاتف دي غير مرغوف فيها بالنسبة للزكاء الاصطناعي لخوارزميات اليوتيوب خالص تحياتي شباب لكم جميعا لو عجبكم الفيديو ما تنسناش باللايك والشير وتعليق مميز منكم دعم لينا واشتراككم بالقناة وتفعيل الجرس الكل عشان يوصلكم كل جديد تمنياتي لكم يا رب بتحقيق كل امنياتكم في 2022 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة